برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمع أهلا بكم صاحبي أهلا وسهلا بكم مرحبا أهلا بحضرتك الشيخ سيد متولي الحقيقة هو فريد في ظروف عصره في الحداسة اللي كان يعني ممكن منها وممكنت منها ترواته وكمان في نشأته فأرجو حضرتك يعني نلقي ضوء حول هذه النشأة وإزاي أصرت في شخصيده كقارئ الأخوان الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا فعلا الشيخ سيد متولي فريد ومتميز وكل شخصية بتتميز بصفات معينة وبكفاءات معينة بتجعلها أقرب إلى قلوب الجماهير لكن احنا عندنا الشيخ سيد متولي موجود 1947 في الفدادنا صحيح وده معناه انه يعني خلاص بقى ايه ده رفعت سابق مات الخمسين والشعشعي هيجي هنا في الخمسينيات يعني خلاص خلصت الجيل الأول اللي هو بنتكلم عنه ودخلنا في جيل الوسط لكن فيه بالرغم من التميزات فيه قدر مشترك بينهم القدر المشترك هنا مع سيد متولي هو حفظ القرآن 1947 اتولد أبوه و أمه عايزين ويحفظ القرآن أبوه ما كانش يعرف يقرأ ويكتب لكن كان يفهم في الأصوات كويس وعايز ابنه يطلع يعني صيد صيد فالشيخ سيد لما ولد سنة 47 هو تحت المراقبة و العناية ولذلك أول ما وصل إلى خمس سنوات يعني بين سنة 52 ذهبت به إلى المحفظة مريم روزيق السيدة والشيخة مريم روزيق بتخلينا نكشف عن جانب آخر يمكن ما ذكرناه مش قبل كده وهو المحفظات من أهل القرآن المحفظات من أهل القرآن والحمد لله رب العالمين إلى الآن موجودين وأنا بكلمك كده والشيخة مريم ساعتها هي في العقد الثالث من عمرها يعني خلاص الرابط على 30 لكن ضر بصرها فجعلت هذه رسالتها إنها تحفظ الأولاد القرآن وتحفظ الكبار وتحفظ الستات وتحفظ الرجالة وتحفظ الصبيان والبنات رسالة خلاص يعني انقطعت لذلك الانقطع والتخصص ده مهم مقاوي في المدرسة المصرية ما بيشغنوش بالهم بحاجة تانية خلاص القرآن يعني القرآن نحفظ يعني نحفظ نحفظ يعني نحفظ السيدة الشيخة مريم رضي الله تعالى عنها أمد الله في عمرها لغاية ما ماتت بنت تسعين سنة سنة 2007 فالشيخة مريم اتولدت في السنة فهي أكبر منه بتاعة ثلاثة سنة يعني زي أم أمه بقى ابتدت تاخده من يده وتوديه للشيخة مريم تاخده من يده من عند الشيخة مريم وكده الشيخة مريم رأت في سيد متولي الطفل المعجز بيحفظ كويس بينطق كويس سريع البديهة فحبت هذا الطفل وراعته وكان تملي هو يذكر هذا الفضل ويقول لو لالشيخة مريم ما ذهبت وما جئت هي اللي حفظتني هي اللي علمتني هي اللي ربتني هي كل حاجة الشيخة مريم وده الوفاء الذي تتميز به أيضا دولة التلاوة في مصر يحب مشيخهم أوي الشيخ قد يضرب على نظام العصر بتاعه الشيخة قد تقصه ولكن في النهاية حب يقولك حب فظيئة أكيد طبعا بين الشخص ويشيل الجميلة لهذا الشيخ أو الشيخ نعم لما جات بقى سن المدارس دخل المدرسة فبتوق المدرسة استغلوه احتفال ولا فيه يوم كذا ولا في الإزاعة المدرسية قاتوا الشيخ سايد كل يوم يقرى في المدرسة كل يوم يقرى في المدرسة وتحت رعاية وعناية الشيخ مريم برضو هو أتم بقى أتم الحفظ أتم الحفظ وعنده تسع سنين عاش في المدرسة بقى اللي الاربع خمس ست سنين ده هي وجه عند التاسعة وساب المدرسة متوجها وجهة الشيخ مريم علشان يتبت ما احنا قلنا في حفظ وبعدين في تدبيت وبعدين في أحكام وبعدين في قراءات فهو راح عمل حاجات كده ومع الشيخة مريم اتعلم الحفظ وعندها عمل تدبيت وهو عنده لغاية ما وصل لنشر سنة وبرضه الأحكام وابتدى يقرأ وربنا رزقه بواحد كان اسمه فضيلة الشيخ طه الوكيل وطه الوكيل ده هو علمه ورش عن نافع قراءة المغاربة وإحنا هنا بنقرأ حفظ عن عاص فهو تعلق قوي بورش عن نافع ده قراءة جميلة الحقيقة يقولك ايه اتاني الهوى قبل ان اعرف ان اعرف الهوى فالف قلبا خاليا فتمكن فحب ايه رواية ورش عن ودي عملت المشكلة بعد كده انه لما جه بقى يسجل في الكاسة وكذا ومسجل بورش قالوا بقولك ايه روح اتقن حفظه وتعلن وده مش الزوء المصري ايو 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 اه ده صحيح فيه احكام لجمع القراءات جمع القراءات في مجلس واحد اختلف فيها الشيخ هناك مسعود الجنيني مع الشيخ ابو بكر الحداد ابن خلف الحسين اختلف ده في العشرينات فهل نجمع القراءات هل واحد يعمل كده ويقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين يجمع القراءات ولا ما يجمع ولا ده في حالة التسميع بس فالشيخ الحداد كان رأيه الايات البينات في منع جمع القراءات ما يخلط القراءاتين على بعض ما ندخل القراءاتين الشيخ الجنيني ومعه اغلب القراء المصريين قالوا لا ده جائس ووارد وكل حاجة ما فيش مانع منه وكانت هي دي نقشات اللي كانت دايرة فيه العشرين سنة الاولى من القرن العشرين ولكتب بتاعتها مطبوعة ده وده موجودة وكل حاجة وعارفينها الناس فالمهم الحاصل ان سيد متولي راح بقى اتقن حفص علشان يعمل بعد كده الانتشار بتاعه طيب استاذا حضرتك نشوف مرحلة الانتشار وهنا قصتي قصة الكست وقصة الازاعة اللي اتأخرت لسنة سبعة وتسعين رغم انه كان بقى من الخمسينات فنشوف المرحلتين دول في حياته ونرجع ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله ان شاء الله